من عبث بالدستور وعبث بالفتاوى إلى عبث بالواقع الشيعي على مستوى القوانين وعلى مستوى التطبيقات يعبثون بالقوانين وبعد ذلك يعبثون بتطبيقها تطبق في حق الضعفاء فقط تطبق في حق الذين يخالفونهم في الرأي لا تطبق عليهم ولا تطبق على القريبين منهم فهناك عبث بالدستور وعبث بالقوانين وعبث بالتطبيق وعبث في كل شيء سأضرب لكم مثالا يجمع بين العبثية والخيانة والكذب والدجل والضحك على الذقون لكن أتمنى عليكم أن تصبروا علي أن تصبروا علي سأأخذ هذه القضية من أن السستانية هو الذي عزل المالك ومنعه أن يكون رئيساً للوزراء لدورة ثالثة لولاية ثالثة فعلاً السستاني هو الذي منع المالك مع أنه كان فائزاً في الانتخابات لكن السستانية منعه وأظهروا للناس من أن السستانية منع المالك لفساده أهل المالك فاسد هذا أمر لا شك فيه ولكن السستاني هل منع المالك وعزله لأنه كان فاسداً سأتدرج معكم ولكن عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا التفاصيل التي سأعرضها بين أيديكم بدقة سأبدع من هذه النقطة علي العلاق من كوادر حزب الدعوة المتقدمين ومن قياداتهم يحدثنا عبر قناة الشرقية نيوز عن هذه المسألة نجد نطبق المعصفة نعرض مرشحين هذا مرشح مقبل نجيب مرشح بديل وهاكاً في 2014 عندما المرجعية هي اللي مثلاً أرسلت لنا رسالة لحي قيادة حزب الدعوة الإسلامية وقال السيد السستانو بخطه الشريف طبعاً أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع وينفذ أو يقوم بمهمة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب القضاء على الطائفية وحفظ وحدة البلاد هذه ثلاث قضايا ذكرها وبالمناسبة التزم بها الأخ العبادي التزام كبير ورشحنا في البداية الدكتور طارق نجم أخونا العزيز وبالنتيجة هو الرجل اعتذر وبالمناسبة قبلة المرجعية في حينها في الأخ طارق نجم لكنه اعتذر اعتذار شديد بعد ذلك انتقلنا إلى خيار ثاني اخترنا لأخ الدكتور حيدر العبادي وطرح على المرجعية كما طرح على أخ ووافقت عليه المرجعية وبدأ العجلة تسيير الأمام صار في تحقي هو هو علي العلاق على قناة بلاتي وأحيلت إلى القيادة والقيادة اختارت سيد المالكي بالتصويفة صوتنا نفس السيناريو تكرر مع السيد المالكي كنا نريد له دورة ثالثة ما استطعنا القيادة اجتمعت وخصوصا بعد ان جاءتنا رسالة مباركة من المرجع على سيد السستاني تقول هذه الرسالة انه نطلب بعد فالحنا وجهنا لرسالة نسأل عن مسؤوليتنا وتكليفنا قال المطلوب منكم اختيار رئيس وزراء جديد رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة وبالنتيجة عرفنا الرسالة نص مطلب السيد جماعة ينفوها لا لا ما ينفوها رجاء سالة مكتوبة ونشتر في العلام نحن بالعشك ونشتر في العلام ومكتب السيد ايدها في حين لم يتخلى عنها مكتب السيد السستاني حفظه الله وبالنتيجة هذه الرسالة كان حددت ان البوصلوا موقف الشرعي هو هو العلاق ولكن على قناة الديار اتذكر ان سيد المرجع لها سيد السستاني حفظه الله عندما ارسى الرسالة الى حزب الدعوة قال ارى ضلورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة صار واضحا لديكم فعلي العلاق من انصاري ومؤيدي المالكي وهو من الكوادر المتقدمة في حزب الدعوة وهناك غيره تحدث عن هذا الموضوع وقد عرضت الوثائق الوفيرة بخصوص هذا المطلب في برامج سابقة صار واضحا لديكم من ان السستاني تدخل بنفسه وارسل رسالة مكتوبة بخط يده بخط غيره رسالة مكتوبة هو يقول بخط السستاني عزل فيها المالك 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 إذا عزل برسالة خطية من السستاني لماذا؟ لأن المالك كان فاسدا وهذا معروف لدى الجميع لكن السستاني هل عزله لهذا السبب؟ هم أظهروا هذا للناس والشيعة فرحة السستاني تدخل في الموضوع وعزل المالك قلت لكم أصبروا علي قد لا تجدون ترابطا منطقيا بين المعطيات التي سأعرضها بين أيديكم في بادع الأمر ولكن إذا صبرتم معي إلى النهاية ستعرفون الحقيقة كاملة هناك بيان صادر من مكتب السستاني بتاريخ 19.5 2014 ميلادي للعلم 30 4 2014 ميلادي جرت عملية الانتخابات 30 4 2014 ميلادي جرت عملية الانتخابات التي لم يتمكن المالكي رغم فوزه فيها من أن يكون رئيس وزراء لأن السستاني تدخل في الأمر وعزله ومنعه برسالة خطية 19.5 2014 ظهرت نتائج الانتخابات والتي كشفت عن فوز المالكي والآخري إذن الانتخابات 30 4 2014 النتائج النتائج ظهرت في 19.5 2014 والمالكي كان فائزا لكن السستاني منعه بعد ذلك بعد فوزه في 19.5 2014 يعني في اليوم الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات صدر بيان من مكتب السستاني والبيان موجود على موقعه الألكتروني الرسمي رجاء اعرض لنا صورة هذا البيان هذه صورة البيان الذي صدر عن مكتب السستاني على موقعه الألكتروني الرسمي سأقرأ ما جاء في هذا البيان صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السستاني في النجف الأشرف بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية هذا اليوم يعني في يوم 19 5 2014 بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية هذا اليوم من إجراءات تعسفية إلى آخره مرفوضة ومدانة جدا وإن السلطات العليا مطالبة بوقف هذه الأعمال والتحقيق مع من قاموا بها واتخاذ الإجراء المناسب بحقه اليوم 19 5 2014 صباحا أعلنت النتائج بعد الظهر عصرا هجمت قوة أمنية كبيرة على منطقة الشوافع في النجف يقطنها الكثير من الباكستانيين من طلبة الحوزة وغيرهم هذه القوة الأمنية التي جاءت بأوامر من بغداد من السلطات العليا وليس من الحكومة المحلية في النجف قامت باعتقال هؤلاء الباكستانيين الذين يتحدث هذا التصريح وهذا البيان عنهم الأمر هو هو في بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتاريخ 21 5 2014 التصريح من مكتب السيستاني كان في نفس اليوم في اليوم الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات صباحا ما بعد الظهر عند العصر صار الهجوم على هؤلاء الباكستانيين في حي الشوافع في منطقة الشوافع في النجف 21 5 2014 هذا تأريخ صدور بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان رجاء أن اعرض لنا صورة البيان هذه صورة بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتأريخ 21 5 2014 جاء في تلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بقلق شديد نبأ اعتقال مجموعة من طلبة الحوزة العلمية في محافظة النجف الأشراف في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على دور المرجعية الدينية بالحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى أهمية محافظة النجف الأشراف باعتبارها المحافظة المقدسة والآمنة إلى آخر ما جاء في هذا البيان إذن هناك بيان تصريح من مكتب السيستاني بتأريخ 19 5 2014 وهناك بيان صادر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتأريخ 21 5 2014 عن هذه المسألة عن قضية هجوم قوة أمنية على منطقة الشوافع في النجف واعتقال الباكستانيين من طلبة الحوزة ومن غيرهم أيضا ما هي القاعدة التي على أساسها تحرك أتحدث عن القوات الأمنية أمر صادر من بغداد والمشكلة التي كما يقولون من أنهم تحركوا لأجلها مخالفة هؤلاء لقوانين الإقامة في البلد في البلد في اليوم نفسه تحدث علاء الموسوي الهندي الذي صار رئيسا للوقف الشيعي فيما بعد تحدث عن هذا الموضوع وهذا جزء من حديثه قوة من الشرطة تحاصر منطقة سكنية يسكنها كثير من طلبة العلوم الدينية وتبدأ هذه القوة باعتقال الطلبة الأجانب غير العراقيين وطريقة الاعتقال طريقة تذكرنا بأيام البعث البائد ضرب وإهانة وصراخ وترويع للعوائل والأطفال قد يسمع الإنسان هذه العبارة ويعتقد أنها قصة من قصص الأيام الماضية الخالية ولا يمكن أن يتصور أنها قصة حصلت اليوم في النجف من بعد الظهر إلى الآن لعلها مستمرة الحملة على الطلبة الأجانب غير العراقيين بحجة أنهم ما عدهم إقامة أو إقامتهم انتهت نحن لا نناقش في الجهة القانونية اللي ما عنده إقامة لازم يروح يسوي إقامة طبعا واللي منتهي إقامته لازم يراجع ويمدد إقامته طبيعا إلا أن هذا الذي لا يملك إقامة أو ما ممدد إقامته أو معاملته بالدائرة أو ما مسويها الجماعة مأخريها لا ينبغي أن يعامل بهذه الطريقة لأنه بشر لأنه إنسان أين حقوق الإنسان التي يتشدق بها الجميع هذا بشر يهجم على داره وأمام عائلته وأطفاله يسحب وبعضهم سحب بالفانيلة طالع لهم فانيلته وبجامته سحبوه ورجل طلبه معمم محترم مدير مدرسة أيضا سحب بكل استهانة واستخفاف وفي تلك الأيام كانت قناة الفيحاء وهذا تقرير من تقاريرها أتقالت أوساط دينية وسياسية وشعبية لاعتداءات التي تعرض لها بعض طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف من الباكستانيين من اعتقالات على أيدي الأجهزة الأمنية التي بررت أن إجراءها جاء على خلفية نفادي مدة الإقامة للطلبات ما حدث في الحوزة الدينية في محافظة النجف الأشرف عندما قامت مفارز أمنية باحتقال العشرات من طلبات الحوزة من الجنسية الباكستانية وبطريقة مهينة وأمام الملأ أمر وصفه البعض بتصفية الحساب بين جهة متنفذة في السلطة وبين مرجع ديني طالب بالتغيير في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام القوات الأمنية بررت هذا الاحتقال بنفاذ مدة الإقامة للطلب الباكستانيين فيما صاحب هذه الخطوة استياء شعبي وسياسي وديني في المحافظات العراقية وإذا بالشرطة وإذا بالشرطة وبمن يأمرهم ما أدري الأمر من إن صادر من يا غبي غير مؤدب أحمق وإذا بهم يتصرفون مع هذه الطبقة المحترمة اللي هم جزء من الحوزة العلمية طبقة الطلبة الذين جاءوا وتركوا أوطانهم لتحصيل العلوم الدينية ولحفظ ديننا ومذهبنا وطائفتنا ولتحمل العلوم ليرجعوا إلى أهلهم ويعلموهم ويؤد واجب التبليغ بين في أوطانهم وبين عشائرهم وإذا أحنا نتعامل بيهم بهذه الطريقة كل رأي كل أطروحة كل فتوى كل حكم شرعي يحترم من كل العلماء وبدون استثناء ولا نريد أن تكون هناك تصفية حسابات خاصة على جهة معينة أو على فئة معينة هذه حقيقة إنها تشوه صورة الحكومة وتشوه صورة المسؤولين سياسيون ورجال دين استغربوا من استهداف الطلبة الدين الباكستانيين دون غيرهم من الطلبة من الدول الأخرى في النجف واصفين هذه الخطوة أنها نهج كان معمولا به في زمن الدكتاتور عندما يحتقل ويقتل رجال الدين تحت مسميات عديدة التقارير تتحدث عن أنهم يستهدفون فقط العلماء الباكستانيين وطلبة الحوزة العلمية الباكستانيين نحن نعتقد إن كانوا باكستانيين إن كانوا من غير دولة فهو عمل غير مقبول ومدان وندين هكذا ممارسات وبالحقيقة هي تذكرنا بممارسات سابقة كان يقوم بها نظام العفلق المجرم حقيقة بعض القنوات العلامية المأجورة والمدفوعة من الخارج أو من الداخل تشوه صورة العلماء ومن الذي يصدر هذه الأوامر الظالمة لا ندري وإلى أين سننتهي لا ندري الغريب في الأمر أن هناك العديد من العاملين في الشركات النفطية وغيرها مدة إقامتهم نافذة من دون تجديد فلماذا ياتر استهداف رجال الدين الباكستانيين وبعد الانتخابات مباشرة هناك كثير من المواطنين كانوا في شركات أو غير الشركات لا تجددهم إقامة وهذا موجود أحمد عبدالصمد الفيحة البصرة القوة التي هاجمت الباكستانيين جاءت بأمر من عدنان الأسدي في بغداد إنه الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية وهو من كوادر ورموز حزب الدعوة في الحكومة العراقية عدنان الأسدي لم يكن قد أصدر هذا الأمر من نفسه وإنما أمره المالك الذي كان رئيسا للوزراء أنا ذاك وأمره بتنفيذ هذه المهمة في اليوم الذي أعلنت فيه نتاعج الانتخابات وكان المالك فائزا من الفائزين في تلك الانتخابات بشكل واضح بشير النجفي المرجع في ضوضاء الانتخابات أصدر فتوى بتحريم انتخاب المالك فهؤلاء الباكستانيون مجموعة بشير النجفي بشير النجفي في الأصل هندي لكنه يعد الآن باكستانيا وإلا فأصله من الهند بداياته من الهند والباكستانيون هنود أساسا فالباكستانيون الذين اعتقلوا هم أتباع بشير النجفي مثل ما قلت لكم بشير النجفي أصدر فتوى بحرمة انتخاب المالك وشجع الناس على انتخاب مجموعته هو قد أقحم نفسه في وسط الانتخابات وعين أشخاصا من قبله في العديد من المدن والمحافظات الشيعية عينهم من قبله كي يدخلوا إلى البرلمان لكنهم لم يفوزوا بعد ذلك أقحم نفسه في هذا الموضوع ووجه الناس أيضا إلى انتخابي وتأييد مجموعة عمار الحكيم وفي وقتها كان هناك خلاف فيما بين عمار الحكيم والمالك فلأجل هذا بحسب الظاهر أراد المالك أن ينتقم من بشير النجفي لأجل هذا بحسب الظاهر ولكن أصبر علي كي نتدرج في الموضوع شيئا فشيئا من هنا فإن الحوزة في النجف أظهرت تأييدها لبشير النجفي لأنهم قرأوا المشكلة هكذا قرأوا المشكلة من أن القوة جاءت بأمر من بغداد من المالك بشكل مباشر لماذا لأن بشير النجفي حرم انتخابه نشاهد هذا الفيديو عبر قناة الفرات تنكارا على حادثة الاعتداء على بعض طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من قبل الأجهزة الأمنية نظم رجال الدين في مؤسسة شهيد المحراب وقفة احتجاجية أمام مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي شجبوا خلالها الإساءة التي تعرض لها المئات من الطلب الباكستانيين والجنسيات الأخرى تحت حجج انتهاء الإقامة التي أكد من أسيئ إليهم أن جميع مواقفهم في الإقامة كانت قانونية يضربون بيبان المدارس بالركلات وبالقوة ويخففون طلبة ويجرون الطلبة إلى مركز لما وصلنا إلى سيارات شرطة أخذونا وقالونا على اسعدوا السيارات بدون سقف دوريات الشرطة الخاصة فأنا رفزت قلت لنا نحن معممين ما نركب هذه السيارات إلا بالقوة ركبونا وساعدونا سيارات ووصلونا هناك مع كونه أنا طالب صار لي أربعة عشر سنة بالعراق وأنا عدي إقامة وأنا مقيم قانونيا وهناك طلبوا مننا موضوع الإقامة وإحنا طبعا أوراقنا مقدمينها حسب الوصول ولكن لغاية الآن ما انتهت يعني ما أسلمون بعد إقامتنا بعد ما خلصت نحن نقول إن الحوز العلمي ومراجع الدين هم خطوط حمر عدة خطوط حمر لا يمكن التجاوز عليهم ولا يمكن التجاوز على طلبة العلوم الدينية ونطالب الجهات المعنية بتقديم الاعتذار الواضع العلني كذلك محاسبة المقصرين الذي قاموا باعتقال والاعتداء على طلبة العلوم الدينية ونعتبره واعتداء على مراجع الدين العظام الذين يمثلون خط أهل البيت عليهم السلام المحتجون أكدوا أن طريقة التعدي على طلبة الحوزة بإسلوب مهين بما كان يحصل على رجالات الحوزة في زمن النظام البائد مؤكدين أن الحوزة العلمية ومن خلفها العشائر تقف صفا واحدا خلف المرجعية الدينية التي وصفوها بالخط الأحمر الذي لا يمكن التعدي عليه بأي حال من الأحوال وبينوا أن زمن الاستهانة برجال الدين والمثقفين قد ول إلى غير رجعة مراجع الدين في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يمثلون الخط الأحمر فليسمع من سمع إن مراجع الدين يمثلون الخط الأحمر لا يجوز تعدي هذا الخط أي مساس بأي قضية من قضايا مراجع الدين ونقف لا نقف مكتوفي الأيدي أزاء أي تصرف يمس بمراجع الدين العظام نحن حقيقة من مؤسسة شهيد المحراب جئنا نستنكر هذا العمل الذي اعتدى به حقيقة القوات الأمنية على طلبة الحوزة العلمية بالأمس ونحن حقيقة نستنكر هذه الإطالات ونقف بوجهها وحقيقة عشائرنا كلها معنا واقفة وأبلغوني العشائر أن أبلغ هذه الكلمة أنه العشائر معكم أولا مرجعيتنا الدينية الشريفة مرجعية متوحدة متماسكة وخير دليل بيان سماحة المرجع الأعلى الإمام السيد السيستاني دام ظله العالي على رده عن هذه الاعتداءات على هذه الاعتداءات السافرة التي قامت بها أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات تجاه طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف أساتذة وطلبة الحوزة العلمية أكدوا أن ما حصل يعد سابقة خطيرة لا يمكن استكوت عليها مطالبين في الوقت ذاته بمحاسبة المقصرين في هذا الملف مع تقديم اعتذار رسمي للمرجعية والحوزة بكل فئاتها جلال الحلفي الفرات أن نجف شاهدتم هذه القطعان من المعممين في آخر حديثي سيثبت لكم هؤلاء خرفان مجموعة من الخراف ومجموعة من الماعز مجموعة من البغال وأما هذا الخط الأحمر ستعرفون بعد ذلك ما يسوال قندر عتيق حمر لأن كل الذي قالوه سيتضح أنه كذب في كذب ودجل في دجل ومنذ ومنذ أن حدثتكم عن أن السيستاني عزل المالكي سيتبين كل هذا كان كان يُعرض بنحو كله دجل وكله كذب وكله زيف الأمور لا تجري بهذه الطريقة تجري وجرت بطريقة أخرى لأنكم مع احترامي لكم لأنكم مسخرة مهتسوون فلس لأنكم مضحكة لأنكم مهزلة أتحدثوا عن شيعة العراق الكرام المتدينين الذين يوالون المراجع العظام لا أدهم الله ظلالهم على رؤوس العباد وخلصنا من أتهم من أولهم من آخرهم مناعي الوالدين بشير النجفي لا أحتاج إلى تعليق هو الذي سيخبركم عن نفسه بنفسه وكل برميل مئة دولار مناهي من يريد يغير حتى يحشر مع صدام إن شاء الله يوم القيامة يوشار مع صدام لأنه محب لمناهي الصدامية وخدمات أنتم تعلمون هاي بصرة 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 هاي بصرة ومصرة تشكل عمود الفقري للعراق يعني لأن ميناء تجارة ومسانع واع واع كلها أنتم تعرفون تدرون إلى الآن ما وفر لهم ما يحلوا للشرب تسعة سنوات أكثر أهل بصرة يشترون كواتي ما هي هذا مصفة وزع عراضي وزع فلوس وموعيد لأن إن شاء الله طلب الوظائف ليش عالآن توضي العرصة على المكابل وكريم من الانتخاب عاد ليش عالآن وضعي ما أعلموا إخوتي يوزى تمنى لا جابوا لسورة هذا بالكاميرا هذا فيديو يوزى شاحنة بي تمنى يوزى كل وقت تمنى على الشعب الراكي ليش أفكرت الشعب حتى توزى عليهم تمنى مثل ما توزى على الفقراء والمساكين مين وجه أمام الله وأعلموا إخوتي كان أفتاد أنه أي واحد مضطر له سبب أو لآخر أخذ عرصة أخذ مال أخذ وووو أخذ مالك هذا وليس ماله هو مالتك مال شعب منهوب أخذ مالتك حني مري حلال ولكن لا يجود لك أن تنتخب حتى إذا أقصنت له لا يجود لك أن تفي بي هذا القصر لا يجود في الانتخابات السابقة كما يأمرني ويأمركم ديننا ديني ودينكم وطني ووطنكم أقلي وعقلكم ذميري وذميركم أن ينتخب من هو أهل الانتخاب الكفو والصادق والعمين ولكن أجو كشمروكم في الانتخابات السابقة الآن كل المتفقون كل عكلا متفقون على تغيير تغيير ما نوشينه جمتي غير هؤلاء على الكرسي هذا ما نتغيير ولكن أنا شخصيا توليت أدلكم على من يسله للانتخاب إن شاء الله وطعلا وهناك هذا مرشهين من كبل مكتب هذا لجنة شكلنا فمجموعة كليلة جدا مجموعة خمس وستعش نسمة في كل محافظة نفر مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله فإذا وصلت إيدكم لها أولا فهم فإذا ما وصل إيد أهد لها أولا فألموا أن سيد أمار الحكيم ابني وابن مرجعية وابن مرجعية انتبهوا جيدا إلى نقطة انتبهوا إخوة أولادي آني مو معصوم معصوم فقط أنبياء والرسل والعيمة هم والزهرة هم معصومون تمام بلهم معصومون ابن أمار سيد أمار الله حفظه مو معصوم إذن كد يكون في قائمته من لا يؤجبك وانتا غير مقتنبين عيف ذاك ثاني سالت لكن لا تخرج عن هذه القائمة والمشيء آخر كمع مرجعية تاريخها في النجف العشر لا تفكر في الكرسي لا لنفتي ولا لعولاتي عبد عبد الله تعالى الله تعالى تاريخ فتوفقوا لو يدانه إن شاء الله الله تعالى ما لدينا صداقة إلا مع العمل وعلموا وبشركم وبشركم الله رائد الله رائد أن يكون العراق يوم من الأيام سيد العالم ويكون سيد العالم إن شاء الله أنا أسألكم بالله عليكم يعني هؤلاء هم الذين يقودون الأمم ويقودون الشعوب ونحن في القرن الحادي والعشرين إلى متى تبقون يا شيعة العراق كالحمير بل إنكم حمير لا أتحدث عن الحمير الحيوانات روث الحمير الحيوانات أشرف تريليون مرة من دين الحمار البشر هل أنتم مقتنعون بأن هؤلاء فعلا نواب صاحب الزمان أدري صاحب الزمان ما لقى غير ذوله غير هالصقاطات هذه ذوله هم قادة الأمة ماذا أقول لكم أنتم ماذا تقولون لا أريد منكم جوابا حدثوا أنفسكم بأنفسكم أو ناقشوا الأمر فيما بينكم لو هم اترجعون وتقولون من جلة الخيل شدوا عجلا بسروش على أي حال نذهب إلى تقرير ثاني من قناة الفيحاء في أيامها الماضية لاقت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بذريعة عدم حصول طلبة العلوم الدينية الأجانبي في النجف الأشرف للإقامة الاستغراب على الرغم من أن عددا كبيرا منهم يمتلك الإقامة والبعض الآخر منهم لم يقم بتجديدها بسبب تعطل الإجراءات القانونية والروتينية وأزاء ذلك تعرضت طلبة إلى الاعتقال بصورة مهينة على حد وصفهم ما كان أي خبر معاعدنا قلوا بابا تنبوا للبيوت ما كان أي انذار ما كان أي انذار ولا أنتو حتى بأخذوا بعضهم أخذوا يعني بالفاني لمولانا يعني معمم غير معمم شوء ما كان أخذوهم وخلوهم بالبوضيات السيارات وأخذوهم للمركز وبنفس الوقت أنا راويتهم اللقامة مالتي يعني فوق الخمسين مرة راجعت بالدائرة اللقامة ما أحصل شي أروح لهم يقولون تعال وراء الشهر أروح لهم يقولون تعال وراء الشهر هذا يا حبيب السوط من عندكم مو من عندنا الأمر الذي أثار الشكوك في أن الدوافع الحقيقية من وراء هذه الإجراءات التي وصفت بالتعسفية هي دوافع سياسية تخص رأي المرجع الدينية الشيخ بشير النجفي بعدم انتخاب المالكي في الانتخابات البرلمانية الماضية المرجعيات الدينية في النجف من جانبها استنكرت هذه الأعمال وساهمت بالإفراج عن المعتقلين كما عملت على تسهيل جمع أسماء الطلبة الأجانب لتقديمها للجهات المعنية لتسهيل إجراءات منح الإقامة تصرفات ما كان يقوم بها إلا النظام البائد مما أدى إلى صدور السنكارات ومواقف شجب وإدانة قوية ومطالبات قوية بالكف عن هكذا إجراءات تعسفية بالحقيقة هناك من يقرأها أنها أغراص سياسية وهناك دوافع سياسية جراء موقف سماحة المرجع تجاه بعض المواقف مراجع الله يحفظهم بإيقاف الإجراء والفراج عن الطلبة ثنيا صدرت عديد من البيانات من أهم بيان مكتب سماحة السيد الله يحفظهم إن شاء الله استنكارية ورد ومطالبة بإجراء تحقيق ثلاثة هناك سعي لأجل استحصال الإقامات لمن هو مستحق للإقامة والإجراءات متأخرة من الطلبة الأجانب المقيمين مجلس محافظة النجف الأشرط من جانبه أمر بإجراء تحقيق بحدثة اعتقال طلبة العلوم الدينية الأجانب مطالبا بإقالة قائد الشرطة بالوكالة اللواء عماد عبد السادة عن منصبه القوة التي داهمت واعتقلت أكثر من 130 طالب من طلبة الحوزة بالنجف لا يوجد لمجلس المحافظة أي علم كان تعسف شديد كان يصعدون الطلبة بملابس النوم إلى أحواض السيارات المكشوفة وبالوقت نفس شكلنا لجنة تحقيقية وأيضا طالبنا بإقالة مدير الشرطة وتعيين مدير الشرطة من أبناء محافظة النجف الأشرط يتخذ عدد كبير من طلبة العلوم الدينية من باك السانيين وهنود وأذربيجانيين وغيرهم من باك الجنسيات اتخذوا من منطقة الشوافع الواقعة على مقربة من ظريح الإمام علي عليه السلام سكنا لهم منذ عدة سنين ولم يتعرضوا لهكذا إجراء إلا في هذا الوقت بالذات هذه مجموعة من الوثائق من الفيديوات من المعطيات التي أخبرتكم الآن وأخبرتكم في وقتها في 2014 ميلادي الذي يظهر من هذه المعطيات بشير النجفي وقف ضد المالكي وهذه ردة فعل لموقف بشير النجفي ردة فعل من المالكي وبشير النجفي وقف ضد المالكي لفساده وكذلك السستاني عزله ومنعه من أن يكون رئيس وزراء للمرة الثالثة بسبب فساده إذن المرجعية في مواجهة الفساد ومثل ما يقول هؤلاء النعاج هؤلاء الخراف هذه الخراف التي أصابها الثول من أصحاب العمائم البيضاء والسوداء الذين ظهروا في الفيديوات يتحدثون عن أن المرجعية خط برتقالي خط أحمر ومصخم أسوأ طايا حظة على أي حال فليكونوا من أي لون من الألوان بالنسبة لي لا أهزنهم بقندر عتيق حمرا هكذا قالوا لكم لكن الحقيقة ليست كذلك إذا أردنا أن نذهب ونبحث في الكواليس والخفايا لو ذهبنا إلى مكتب المالك أو ذهبنا إلى مكتب عدنان الأسدي الذي أصدر الأوامر بشكل مباشر إلى هذه القوات حيث كان وكيلا أقدم في وزارة الداخلية الحكاية تبدأ من علي بشير النجفي من هنا تبدأ علي بشير النجفي حمل قائمة بألف اسم من الباكستانيين وتوجه بها إلى عدنان الأسدي في الداخلية أن يحصل إذن دخول لهؤلاء إلى العراق بعنوان زيارة بأي عنوان عدنان الأسدي الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية منحه هذا الإذن وهذا الأمر كي يجوز لهم الدخول إلى العراق والبقاء في العراق إلى مدة معينة رجاء أعرضوا لنا صورة علي بشير هذا هو علي بشير النجفي هذه الصورة الأولى الثانية وعرضوا لنا أيضا صورة عدنان الأسدي هذا هو عدنان الأسدي وعرضوا لنا الصورة الثانية الرجل توفي وانتقل إلى رحمة الله فعلي بشير النجفي أخذ القائمة إلى عدنان الأسدي وعدنان استجاب له باعتبار أن علي بشير جاء من النجف من جهة المرجعية وهذا ابن المرجع بشير النجفي أحد المراجع الأربع الكبار مثل ما عينهم السستاني بخدعه وأكاذيبه ودجله هكذا يقولون هكذا يقولون في وزارة الداخلية هكذا يقولون في مكتب المالك وفي مكتب عدنان الأسدي من أن علي بشير النجفي قطعا بأمر من والده يأخذون من كل باكستاني عشرة آلاف دولار كي يدخلوه إلى العراق البعض منهم يذهب إلى الحوزة البعض منهم يعمل يجدون له عملا والبعض منهم ربما يحصل على الجنسية العراقية فيأخذون من كل شخص هم يقولون أنا لم أكن معهم حتى أعرف مقدار المبلغ يأخذون من كل شخص عشرة آلاف دولار ضربوا ألف في عشرة آلاف يعني عشرة ملايين دولار جناب المرجع يشتغل قشخشي بعد مدة ليست طويلة جاء أيضا علي بشير النجفي إلى عدنان الأسدي جاءه بقائمة كم فيها ألف وخمسمائة ألف وخمسمائة باكستاني يريدون الدخول إلى العراق عدنان الأسدي على علم بأن الألف الذين دخلوا ما خرجوا مع أنه قد أعطاهم إذنا مؤقتا أعطاهم إجازة للدخول مؤقتا ما خرج واحد منهم من العراق لأنهم جاءوا بحسب اتفاق مع المرجعية يدفعون للمرجعية كل واحد منهم عشرة آلاف دولار وعلى المرجعية أن توفر لهم الإقامة في العراق وأن توفر لهم العمل وفعلا قاموا بهذا أن وفروا لهم العمل لكنهم لم يوفروا لهم الإقامة الرسمية حينما هجموا على طلاب الحوزة أرادوا إذاء بشير النجفي البعض منهم كانت الإقامة في جيبه وأراهم الإقامة ومع ذلك اعتقلوا لكن هناك من الأشخاص لم يكونوا يملكون الإقامة وهناك من الأشخاص من المجموعة الألف اختلط الحابل بالنابل فلما جاء علي بشير إلى عدنان الأسد بهذه القائمة هذا الرجل اضطرق لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية إدخال هذا العدد الكبير لوحده خصوصا في تلك الفترة التي كانت فيها داعش بدأت تتغول هذا كان قبل احتلال داعش للعراق للعراق بفترة وجيزة بأشهر لكن الإرهاب قد تفشى بشكل واضح في العراق في تلك الفترة الأوضاع الأوضاع هذه القائمة ألف وخمسمية جاءت من النجف من المرجعية وتحديدا من بشير النجفي يريدون الموافقة على دخولهم إلى العراق المالكي لا يحترم المراجع ولا يحترم المعممين هذا حال قيادات حزب الدعوة فامتعض كثيرا من أنهم يرسلون إليه بهذه القائمة الطويلة وأخذ يتحدث مع عدنان الأسد وعرف من عدنان الأسد أن قائمة سابقة قد وافق عليها عدنان الأسد فأخذ يقرعه ويلومه المالكي يقرع ويلوم ويوبخ عدنان الأسد من أنه كيف أدخلت هذا العدد هل أنت متأكد من أوضاعهم الأمنية في مثل هذه الأوضاع الحساسة وسأله هل خرجوا من العراق فأخبره عدنان الأسد من أنهم لم يخرجوا من العراق لا زالوا موجودين تحت رعاية مرجعية بشير النجفي المالكي رفض القائمة وقال لعدنان الأسد أرجعها إليهم وقل لهم من أن المالكي رفض الموافقة عليها عدنان الأسد أوصل القائمة إلى علي بشير النجفي وأخبره بما كان من شأن المالكي فلجأ علي بشير إلى محمد رضا السيستاني محمد رضا السيستاني لا يزن بشير النجفي بن عالم قطع لكنه يريد أن يكون متفضلا عليهم دائما كحال أبي يقدم لهم الأموال والمعونات كي يكون متفضلا عليهم فلما جاء علي بشير النجفي إلى محمد رضا السيستاني بالقائمة ذات الألف وخمسمائة باكستاني أرسلها محمد رضا السيستاني إلى المالكي المالكي أرجعها رافضا وأرسل إلى محمد رضا السيستاني أحد كوادر حزب الدعوة وقال له أوصل إليه هذه الرسالة شنو الرسالة قال الحج أبو إسراء يقول لك لا تدخل بشغل الدولة بشغل الحكومة ولا تدخل بالشؤون الأمنية أنت اتفرغ لخدمة والدك هذا الرجل الكبير يحتاجك لا تدزن قوائم بعد من هذا النوع لا تدخل بالشؤون الأمنية هذا مو شغلك أنت شغلك تساعد والدك وتعين والدك هذا الرجل الكبير فاستشاط محمد رضا غيظا وغضبا قال قال لأني مو محمد رضا أنا مو محمد رضا إذا أخلي المالكي يصير رئيس وزراء مرة ثالثة مرة يشوف بعيونه عناد صبياني فهو طلب من أبيه أن يعزل المالكي الأمور هكذا تجري عناد صبياني موقف المالكي كان صحيحا أزاء هذه القوائم بعد هذا بدأ بشير النجفي بمهاجمة المالكي وأصدر فتوى في حرمة انتخابه مقلت لكم قبل شوية ذول خرفان ذول المعممين مطاية ذول مطاية وخرفان ما يدرون يتحدثون أن المراجع قنادر حمر خطوط عمر ولكياه مراجع ذول قشقشية ويضحكون عليكم فهنا أصدر بشير النجفي فتواه بتحريم انتخاب المالكي وأيد عمار الحكيم للخلاف الذي كان قائما بين عمار الحكيم والمالكي المالكي بعد أن فاز في الانتخابات متشفيا ببشير النجفي حيث فشل الذين رشعهم للبرلمان فأرسل قوة إلى أتباع بشير النجفي لإيذائهم وإيذاء بشير النجفي وهدد باعتقال بشير النجفي واعتقال ولده آنذاك من هنا فإن محمد رضا السيستاني أظهر تأييد المرجعية السيستانية لبشير النجفي وحرك طلاب الحوزة لتأييده نكاية بالمالكي هذه قضايا فبركت المالكي فبرك جانبا منها والسيستاني فبرك جانبا عبر محمد رضا وبشير النجفي وولده فبرك أيضا وصار الضحك على الجميع ووقع الإيذاء على بعض أتباع بشير النجفي وبالمناسبة قبل هذه الوقاء المالكي عبر قناة الشرقية أخرجوا فيديو يتحدث هذا الفيديو عن أن الباكستانيين في المنطقة نفسها هذه التي هجمت في منطقة الشوافع يجبرون النساء العراقيات المتزوجات على أن يتزوجن بزواج المتعة بهم وتحدث المتحدثون في ذلك الوقت عن هذه المسألة في نفس تلك الأيام ولكن قبل الهجوم على الباكستانيين في منطقة الشوافع في النجاف فالحكاية بدأت من أن شيخ بشير يشتغل قتشقشي قتشقشي مع البشر ولما رد المالك محمد رضاء السيستاني فإنه استشاط غيظا وغضبا وطلب من أبيه أن يعزل المالكي المالكي ولذا فإن السيستاني في مقابلته مع مجموعة من العسكريين الجرحى المعاقين أخبرهم من أن المالكي كان أفضل من الآخرين لكن الناس لا يريدونه هذا يعني أن محمد رضاء ضحك على أبيه وأقنعه بأن الناس لا يريدون المالكي أو أن السيستاني كان يكذب على هؤلاء الضباط كذب أمر سهل بالنسبة للسيستاني رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصاموط اللاموط للقاء العسكريين الجرحى من الجيش العراقي بالمرجع الأعلى السيستاني ونحن في القرن الحادي والعشرين وفيديو وات السيستاني صاموط لاموط الأفلام السينمائية الصامتة بدأت سنة 1903 ومع ذلك فيها موسيقى الأفلام السينمائية صامتة أول فيل بدأ سنة 1903 ميلادي في بداية القرن العشرين نحن الآن في نهايات الربع الأول من القرن الحادي والعشرين مرجعية رشيدة حينما تصدر لنا فيديوات تصدر لنا فيديوات صاموط لاموط اشتركوا في القناة هؤلاء هم مسؤولهم يتحدث عما جرى في لقائهم بالسيستاني رجاء اعرضوا لنا الفيديو بخصوص اللي جاين علي حيدر الربادي كانت حكمته من أسوأ الحكمات الموجودة فعزلنا أما بالنسبة العامل عبد المهلي اتصل بي الانفاجين الى المان تكمل كابنتك الوزارية وتمد حقوق الناس ومن ثم استعمال الحكومة الوحيدة اللي فعلا خدمات وقدمات قدمت هي حكمة مالكوة لكن الكل كانت حكمة 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 جلس نص هل كل كنت تقليل علي هذا الكلام واحد لكن قال خسرنا وقال خسرنا السستاني خسر المالك لأنه عزله إذن لماذا عزلته لأن محمد رضا قد استشاط غيظا وغضبا بسبب أن المالك رفض تدخله في شؤون الحكومة والدولة هذه حكومة الصبيان وهؤلاء المراجع صبيان أنا لا أتحدث عن العمر أتحدث عن مستوى العقل هؤلاء مجموعة من الصبية المتخلفين أتحدث عن السستاني عن بشير النجفي عن إسحاق الفياض وعن أمثاله مجموعة من الصبية المتخلفين ومن العجائز الخريفين هذا هو واقعهم إن لم يكونوا كذلك فهم خائنون كذابون هكذا تدار البلاد بهذه الطريقة بطريقة العنادي الصبياني إذا كان المالك هو الأفضل فهل يعزل بهذه الطريقة بهذه الطريقة الصبيانية هم كلهم في الهوى سوا لكنني أريد أن أكشف لكم الحقائق ولذا المالك حينما ذهب إلى إيران في تلك الفترة هدد بأن يكشف ملفات الفساد وكان يشير إلى محمد رضا السيستاني فهو الأكثر فسادا في العراق من أكثر فسادا في العراق من أولاد السيستاني فقط أبوهم لأنه هو الذي مكنهم من الفساد والإفساد محمد علاوي يحدثنا عن فساد المالك وعن تجسس المالك على الآخر شيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزارة هو الولاء 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 إلى رئيس الوزارة هذا هو المهم هذا هو المهم في زمن حكم سيد المالك الفترة الثانية حتى أكون فترة الثانية بالتحديد في الأولى لم تكن الأمور هكذا لا لم تكن هكذا الوضع كان كثير أفضل في الفترة الثانية كانت هكذا زين الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية كثير من الوزراء أنا ما يعجب مهم أدخل سنة وشيعة هذا واقع في نهاية زين الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه إلى هذا الحد طبعا طبعا إلى هذا الحد إلى هذا الحد بل كانت أنا أعرف وعدي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حوالي عدي أن يعترف علاقات مع الجماعة اللي حول المالكي كاسيتات شو تضمن؟ تضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات بهذه الطريقة كانت المو طبعا بهذه الطريقة إحنا من سنة 2008 زودون الأميركان بأجهزة للتنصط وهذه الأجهزة لكي يتم التنصط على الجهات الإرهابية مع الأسف استخدمت سياسيا زين وبدوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد جدي يحتي وجدي يقول فبدوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه حتى بأشر أقوى ما يقدر يحرك نفسه هذا كلام خطير طبعا خطير وهذا الواقع هذا الواقع ما يدعشي لك عن تصورات لا لا يدعشي لك معلومة دانطيكية هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء بالضبط هذا الملف عليك أن تفعل هكذا بالضبط هذا الملف صار بيد المالكي زين الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي يسمح لهم أنه يسرقون يسمح لهم يسرقون طبعا يسمح لهم يسرقون ما يتخذ إجراء ضدهم بالصغر حتى يضمن ولاءه لأن هذا يسرق مقابل الولاء بالضبط ويبقى ويبقى طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء كثير من الوزراء موجودين زين ما تهموك بالفساد لماذا لم تبقى القضية بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت ما أسكت طبيعتي ما ممكن أسكت بالأول ما كنت أتحدث بالعلاق أنا كلها رسائل وأواجه بيها أرادوك أن تسكت زين بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن فهذا هو طلع ماذا أرادوك كثير من الأمور بصراحة كثير من الأمور يعني خلين سجلها للتاريخ زين أنا خليه أقول لك طبعا وحدة من عندها نفس الفساد الفساد نفسه أقود الفساد يعني أنا ما رد حتى ما رد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه طر أجوب علي وطلبوا أمور معينة عقود معينة طلبوها من عندي زايدا طبعا هذه الجهات تابعة علي من هو الجهات شاسمها نفسه جهة رئيس السيد الماضي طبعا المالكي مثل ما كان يتجسس على الوزراء كان يتجسس على المراجع وأولادهم فعنده ملفات وملفات من هنا ارتعد محمد رضا السيستاني خوفا فأرسل إليه الوسائط تلو الوسائط حينما كان في إيران أتحدث عن المالكي كان في إيران فأرسل إليه الوسائط تلو الوسائط ووعده أن يجعله نائبا لرئيس الجمهورية وهذا هو الذي حصل الأمور هكذا تجري الأمور لا علاقة لها بخطة ستراتيجية بخطة خمسية بخطة من دون زمان معين لا علاقة لها بمصالح العراق بمصلحة الشحب العراقي عموما بمصلحة الشيعة خصوصا بمصلحة الدين بمصلحة محمد وآل محمد مصالحهم فقط ولا يعبؤون بأي شيء آخر ويتصرفون بعبثيته هذه عبثية عزل المالك لحالة نفسية عند جناب الأغى محمد رضا السيستاني والقضية أصلها أن بشير النجف قشقشي قشقشي مع البشر والحكايات أسوأ من هذا لكنني من أين أأتي بالوقت كي أحدثكم بكل التفاصيل فبعد ذلك جعلوا المالك نائبا لرئيس الجمهورية هذا هو السبب ألسنا انتقلنا من حزب البعث إلى حزب العبث هذا العبث لم يكن موجودا في زمان البعث في زمان البعث كان الظلم كان الإجرام ولكن في إدارة البلاد والعباد لم يكن هناك من عبث كهذا العبث لا أعني أنه لم يكن هناك من عبث مطلقا لكن لم يكن هناك من عبث كهذا العبث فنحن منذ 2003 انتقلنا من مرحلة البعث إلى مرحلة العبث حزب البعث مؤسسه ميشيل عفلق وحزب العبث مؤسسه علي أسستاني هذه هي الحقيقة المرة التي يعيشها العراق عموما وتعيشها شيعة العراق خصوصا يوم أمس الخميس 15 تسعة 2022 على قناة الفلوجة برنامج استوديو التاسعة أنور الحمداني كان يتحدث بخصوص هذا الموضوع ويسأل علي بشير في وقت سابق هو يحكي الحكاية أنور الحمداني ويجيبه جوابا يضحك به عليه لكن أنور الحمداني ينقله على أن الحقيقة هي هكذا يضحكون على الجميع يضحكون على الجميع حتى على الذين يدافعون عنهم فأنور الحمداني كان يدافع عنهم في وقتها في وقت هجوم جلاوزة المالك على الباكستانيين رجاء أعرض لنا الفيديو لكن تعودنا وعودنا أساتذنا العالم في الحوضة العلمية أن لو إذان القائد على الكرسي إذا مشى هذا عود وإذا ظلم الشعب وهذا ديدني ويكون ديدني أي ما كان يأتي على الحكم إن لم يمشي عدل فصوفه له يدانه إن شاء الله ما إذن صداكة إلا مع العمل وعلموا أبشركم أبشركم الله رائد الله رائد أن يكون الإراك يوم من الأيام سيد العالم ويكون سيد العالم إن شاء الله الله وصل على محمد وعلي محمد فجملة أن المرجعية قادرة على أن جرذنا القاعدة على الكرسي إذا استمر بظلم الشعب فهمها في حينها رئيس الحكومة أنه استهداف إلى فتم التنسيق وهي واحدة من القنوات المشهورة جدا لإعداد تقارير من كربلاء المقدسة ومن النجف الأشرف تتهم الطلبة الباكستانيين الذين يتبعون لسماحة الشيخ المرجع بشير النجفي بأنهم يتحرشون ببنات كربلاء إذا تتذكرون هذا التقرير عرضت وحدة من الفضائيات معروفة هي المهم هذا كان مدفوع الثمن من المكتب ذاك رئيس الوزراء الأسبق فتم التعدي على الطلبة وأرادوا يعتقلوهم مصل الأمر أنه أرادوا اعتقال الشيخ علي بن الشيخ بشير النجفي هالي التاريخ فاتصل الدكتور أحمد تشلبي وقال ماكو إنه غير استوديو التاسعة المرجعية تسلم عليكم تقول يا أنور الحمداني أخذ هاي القضية فأني والله يعني أنه الاستهداف رح يكون للمراجع والاعتقال طبعا منع أنه القوات اللي ذهبت بوقت ذاك المحافظ أن تعتقل الشيخ بشير النجفي منعوها أن تعتقل الشيخ علي بن بشير النجفي فهددت القوات القادمة من بغداد برعاية وكيل الداخلية ذات الذكر والله يرحم مات بأنه ستعتقل الشيخ بشير النجفي إن لم يسلم ابنه لهذه القوات فأنا طلعت والله قدت حملة أنه للدفاع عن المرجعية وعن المراجع ودعيت الناس أن تهب لحماية المرجعية والمراجع من استهداف قوات السلطة وهذا ما كان ذهبوا المواطنين وسووا من نفسهم سور أمام هذه القوات أنه ممنوع تعتقلوهم بعدين لما انجلت الأزمة طبعا المقدمات كانت تنقلها قناة آسيا في الأخبار تأخذها من قناة البغدادية اللي كنت أعمل فيها من الستوديو التاسع تعرضها بالكامل وبالفعل التفاعل والجماهير وياها بعدين لما انجلت الأزمة وإن شال أبو الولاية الثالثة سقطت الآمالة وطموحاتها بس سقط ثلث العراق باحتلال الدواعش أنا حتشيت شخصيا ويا الشيخ علي ابن الشيخ بشير النجفي للتاريخ حتشيت وياها تفيا شخصيا وهس هو يسمعني فقلت له سمحتك شلي التهمنت اللي عليك يريد يعتقلوك قال والله يا أخوي أنا باكستاني واتهمني المالكي بأني أروج الحزب البعث العرب الاشتراكي أنا باكستاني شو أنا أروج للبعثية فعالي التهم كل واحد يقول أتهم أنه هو بعثي ترى مو جديدة مو جديدة إذا ابن شيخ بشير النجفي اللي هو باكستاني والدين ما بقومية ولا ببلد اتهمت ابنه بأنه يروج الحزب البعث فتريدون شيخ عشيرة ما يتهمون وحسبنا الله ونعمل وكيل هاي للتاريخ بس أقول لكم يا حتى كل عراقي ما سامعها يعرف الحقيقة شون تشانت حتى كل عراقي ما سامعها يعرف الحقيقة شون تشانت يا حقيقة يا حبيبي يا حقيقة هذا يضحك عليك الأمور تسير بغير ما تتصور لا أنت ولا غيرك هذه المرجعية هي في ذاتها مسخرة وصنعت منا مسخرة هي في ذاتها مهزلة وصنعت منا مهزلة أتباع السستاني يتصورون أن السستاني عزل المالك لأنه كان سببا في مجزرة سبايكر هذه الجريمة البشعة التي نسيت وطويت من جرائم المالك الحمير الدخيون السستانيون يتصورون أن السستاني عزل المالك لهذه الجريمة رجاءا كي نتذكرها أعرضوا لنا فيديو أمهات القتلى في مجزرة سبايكر ترجمة نانسي قنقر أ своего فهي ترجمة نانسي قنقر أيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ربا حذالله ربا فا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله لا يوفقك يا سيستاني رجاء اعيد بث الفيديو الله لا يوفقك يا سيستاني وما المسبب لو لم يعرف السبب السبب أنت المالك مسبب أنت الذي صلت هؤلاء ولازلت تسلط أشباههم وأتباعهم الله لا يوفقك يا سيستاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة